بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق الذي أسرى به رب العالمين ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نتعلم من السيرة العطرة لرسولنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وها هو في الفتح الأعظم يعلمنا فن القيادة والتخطيط السليم لتحقيق أهدافنا وكان الهدف الأول للنبي الكريم في فتح مكة هو نشر الرسالة التي أمنه الله عليها بدون أن يريق قطرة من الدماء فنجده على مشارف مكة بعشرة آلاف جندي بدون أن تعلم قريش عنه أي أخبار في صبيحة تلك الليلة التي كان أبو سفيان عند العباس وجد المسلمين ينهضون ويتحرقون للصلاة وينتشرون للوضوء فارتعب أبو سفيان قال العباس لا تخف يا أبا سفيان إنهم سمعوا من الداء فهم ينتشرون للصلاة سوف أذهب للصلاة معه وانظر كيف يصل المسلمون اشتركوا في القناة يا عباس إنهم يركعون لركوعه ويسجدون لسجوده ما يأمرهم بشيء إلا فعلوا قال العباس نعم والله لو أمرهم بطرك الطعام والشراب لأطاعوه والله يا عباس ما رأيتك الليلة ولا ملك كسر وقيصر يستعد أبو سفيان ليسبق المسلمين إلى قريش برسالة رسول الله إليهم أنهم آمنون في بيته والكعبة وفي دورهم فمرت كتيبة سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة يا رسول الله إني أشتكي إليك ابن عبادة فهو يقول يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضة أبي سفيان وقال كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة يا سعد أمر رسول الله بعزلك عن راية الإسلام وطلب أن يتسلمها منك الزبير بن العوام يفعل رسول الله ما فيه الخير والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك يا الله رحمك يا الله رحمك يا الله ماذا حدث لقريش أيتها النساء نحن سادة العرب نصل إلى هذا الحد نجلس مرتعبين من أن يعلم محمد بمساعدتنا لبن بكر هل عدمت قريش رجالها؟ وماذا فعل زوجك أبو سفيان وهو قائد للجيش ونأتمر بأمره؟ أبو سفيان أبو سفيان هذا الرجل يحيرني أراه أحيانا أشد الناس بغضا لمحمد وأحيانا أخرى أراه يتحدث وكأنه واحد من أدباعي خرج أبو سفيان يتحسس الأخبار يا مرأة لقد تأخر أبو سفيان يا هن وبدلا من أن ننتظر منه أخبارا عن محمد أصبحنا ننتظر أخبارا عنه هو ربما تبع محمدا هو الآخر وهجر إليه في الخفاء ماذا؟ اذهب يا رجل وأبحث عن أبي سفيان خارج مكة وإن أتيت بخبر عنه لك مثل هذا الكيس سوف أبحث عنه في صحراء مكة كل هذا أمر رسول الله أن ندخل مكة من جهاتها الأربع في آن واحد حتى يكتمل عنصر المباغة نعم وتكون هذه هي الضربة القاضية لفلول المشركين حيث تعجز عن التجمع نهائيا وتضيع منها فرصة المقاومة وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصبح في مركز قوة في العدد والعتاد فلم يفكر في الانتقام بل كان حريصا على أن يتم الفتح بلاد ما وقد أمر رسول الله المسلمين بأن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم وأن لا يأخذهم الغرور بعدديهم وعدتهم فيظلموا أو ينتقموا ولات والعزة لو لم يبقى غيري ما أمنت بمحمد وإلهه أصبحنا أمثولة بين العرب وبعد أن كانوا يستجيرون بقريش ويحتمون بها أصبحنا نتذلل لمحمد ونرجوه أن يمد لنا في الهدنة أين كبرياء قريش؟ أين؟ أنا حماس بن خالد أمهر من يصنع السلاح ويستخدمه والذي إن جاء محمد لقطعت رأسه بسيفي البطار إذن أعد لنا سلاحا يا حماس ونستعد له وإن لم يأتي هو نخرج نحل إليه ماذا بك يا رجل؟ لمن تعد ما أرى يا فارسي الهمام؟ لمحمد وأصحابه والله ما أرى أن يفعل هذا لمحمد وصحبه شيئاً والله إني لأرجو أن تجرب واحداً من هذا إن يقبل اليوم فما ليعله هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة السيد أبو سفيان عاد إلى مكة هو الآن يتجه إلى السوق وجدته عائداً في اتجاه مكة فجئت أبشره وأستلم دراهبي يا معشر قريش، يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن يا معشر قريش، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن يا ويلي، يا ويلي، يا ويلي صبع السمين واتبع محمد أقتل الدسم الذي لا خير فيه أقتل الخائن ذهب إلى محمد ليسلم قريشاً له قبحت من طليعة قوم يا ويلي، يا ويلي، يا ويلي ويحكم، لا تسمعوا لكلامها ولا يغرنكم، فإن محمداً قد جاء إليكم بما لا قبل لكم به فمن دخل داري فهو آمن قاتلك الله، وما تغني عنا داره ومن دخل البيت الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن أحسنت الصناع يا حماس هيا بنا نستقبل محمداً وأتباعه فنقتلهم هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا مازال بعض المشركين المتهورين على عنادهم كصفوان وعكرمة وحماس بن خالد يجهلون ما هم مقدمون عليها غلبهم الكبر وغرهم الشيطان وخرجوا لملاقات المسلمين الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوا إلا من قاتله شكرا شكرا